اشتركوا في القناة والنهاردة كسبوا الاتصالات 69-59 اه في بطولة المنطقة وده دي مهمة وحتجد ايه بقى الثلاث نطشات اللي فاتوا قوام الفريق معظمه من الناشئين معظمه من الناشئين وفيه عناصر بسم الله ما شاء الله مميزة جدا اللي مزعلني ان امكانات هذا الفريق تتيح له ان يكون محتكرا لكل البطولات فريق بتاعنا ده ولكن الاصابات اللعينة الغريبة الموسم الماضي انهكته انت لما تشوف يعني مثلا الزمالك وهو موسم يعني يعتبر سسناء النادي الزمالك كسب افريقيا وكسب الدوري طيب الاهل وزمالك اتقابلوا اربع مرات والمرة الخامسة اتلغت في ملعب الزمالك نتيجة عدم الالتزام بالنظام العام للاتحاد النتاج في المرتبط مثلا اللي هي البطولة اللي استهلها النادي الاهلي بعنفوانه وكسب هذه البطولة كسب الزمالك مرتين سبعتاشر اتناشر كسب واحد وتسعين ستة وتمانين سبعتاشر اتناشر وتسعتاشر اتناشر اتنين وستين تسعة وخمتين يعني كسب الزمالك مرتين في شهر اتناشر في الدوري الممتاز لاعب الزمالك في الدور الاولاني كسب مية واثناشر مية وستة المباراة التانية اللي كانت على ملعب الزمالك اتلغت وتحسبت للنادي الاهلي في كاس مصر الاهلي كسب لا ده زمالك لا لا قاسف اول ماتش في سبعتاشر الاهلي كسب واحد وتسعين تمانية وستين تاني ماتش في تسعتاشر زمالك كسب اتنين وستين تسعة وستين تسعة وخمسين تسعة وخمسين الاهلي كسب في الدوري الممتاز مية واثناشر مية وستة والمباراة التانية كسبها بالانسحاب وفي كاس مصر اللي هي في سبعة وعشرين اربعة الاهلي كسب الزمالك خمسة وتمانين تمانين اذا الاهلي كسب تلت مرات اربع مرات مرة بالانسحاب وثلت مرات والزمالك كسب مرة في احسن موسم للزمالك وموسم لا يعتبر جيد للاهلي نظر الاصبات الكثيرة جدا والاهلي ضع منه بطولة امام الاتحاد سكندري في مباراة حاسمة كانت سنج الباسكت والاهلي له اتنين شوت وفاضل ثانية لو جبوا من النادي الاهلي شيء للبطولة التانية بعد المرتبط على طول ضيحهم من النادي الاهلي الرميتين ده في كرة السلة كرة اليد عايز ده اتكلم على كرة اليد لان كرة اليد شهدت من الغرائب الادارية والتحيز السافر من اتحاد اللعبة ضد النادي الاهلي بأمر غير ده الاتحاد السابق اه الاتحاد السابق اه اللي تم حله بعد الوقت اه بقيادة هشام ناصر الكابتن هشام ناصر النادي الاهلي كان بيتكلف لعيب اسمه الداحة حسن الداحة هذا اللاعب كان وقتها بيلعب كاس العالم للناشئين وانا كنت بتفاوض عليه قبل ما نوصل للمبرارة النهائية مع نادي الشمس ابتدوا بمليون ونص وكل ما نكسب دور يزودوا نص اه سعر ويزيد اه لحد ما وصلنا ان قالوا لنا طب ادفعوا اثنين ونص وننخلص وفقنا فلعبنا الفاينال واداح خد هداف البطولة هداف البطولة نادي الشمس رئيسه حبيبك اسم ابو زيد وهو رجل زم الكاون اي ولكنه التزم بكلامه معي وقال لي خلاص احنا متفقين بس هنزود لتلاتة مليون قلت لي انت كل يوم بتزود تلاتة مليون ابعاتلي جواب قل لي لو دفعتلي تلاتة مليون وجبتلي الشيك اللاعب بتاعك رح بعاتلي جواب في نفس اليوم رح تطلع الشيك وراح عمر شوقي سكرتير اللعبة قعد هناك فوق من ست ساعات والشيك ما بيتسلمش ايه اللي حصل في الوقت ده اتحاد اللعبة قال له لا مش هيروح النادي الآن علق الامر علق الامر ازاي ده انا طلعت ده انا اتفقت ده انا عملت قالوا له لا الاتحاد هو اللي بيوجه اللعبة الدولية الله 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 واستنوا لحد ما كابتن حسين زاكي مدرب المنتخب مصور لللاعب رغبة مع ان احنا كنا واخدين رغبته ورغبة أسرته انه يجي النادي القالي بالفيديو في قوضة اللاعب بعد المباراة مباشرة وفي المنتخب هناك بعد المباراة مباشرة في قوضته ورحولوا صوروه الجهاز الفني والإداري للمنتخب بيستور رغبة اللاعب انه عايز يروح زمالك ويبعثها للزمالك فرفض اتحاد الكرة ولقى لللاعب الى نادي الزمالك بقرار ونادي الشمس ما خادش فلوسه ساعتها اللي كان شيكي الاهلي عنده بالكامل وادفع بعد كده الله اعلم بالتقصيد ولا ازاي واتعين الكابتن حسين زاكي مدرب المنتخب مدربا لنادي الزمالك بالله عليكو يا جوى مهير الاهلي ياللي زعلنين من فرقتكو كل اللعيبة المميزة اللي الاهلي حاب يجيبها معرفش يجيبها بالعكس اللعيبة تنطقة وتروح نادي الزمالك لما عملوا الفرقة اللي هي تستطيع ان تنافس وتتفوق بقدر من الخبرات اللي موجودة اللي هي اللحظات الاخيرة خبرات الثواني الاخيرة ويتكرر الامر وانت كدت تقترب هذا الموسم من سيف الدرع اخو يحيا في اللحظات الاخيرة راح نادي الزمالك ربما اختار يروح مع اخوه ربما جاله عرض افضل لكن انا بقول لك لا يحدث هذا في اي حتة لا يحدث هذا فمن فضلكم جماهير الاهلي كفاكم قسوة فرقتكم دي كلها تحت من 23 و24 و20 وتنازل فرقة المستقبل عايزة الدعم مش عايزة الهجوم انت خسرت اه باخطاء يعني انا شفت الماتش ضرب الجزاء فوقت حاسم اتنين فاص بريك او تلاتة فاص بريك انت رايح تجيب جون الخبرة بقى تتحول الى لعب فرد بدن ما طلع للوينجة او يخش يعمل فاول مهاجم اتقلبت النتيجة لحد ما جه الكورة الحاسمة وانت 27 بهذا الفاول الواضح اللي الصورة هتشوفوها حضراتكم الشد من الفينيلا واضح في الاتجاه بتاع اللعبة اهي ادي احمد الاخمر وهو شادد الفينيلا هوا منتهى الفير بلاي اه منتهى الفير بلاي طيب انت لما تاخد time out يا استاذ براهيم بتدي تعليمات لفرقتك اه في الاخر اربع ثواني اذا مالك عمل وقت مستقطع اتفقوا على اللعبة دي اي في المرة الاولى استطاع لعب النادي لان يحول دون تقدم الدرع وكان ينبغي تتكرر نفس الطريقة الدفاعية ولكن كان اخر ثانية كان ابراهيم المصري احسن مدافع في مصر طالع يتصدى شوف الكورة معدية فين اه امام قبضة يده يعني يعني لهو في الوضع الطبيعي كان حشله لهو واقف اه ورغم كده خلاص كسب كسب الزمالك كسب الزمالك والحياة يعني حتى المباراة بعيدا عن هذه اللقطة كان فيها جوانب مضيئة رائعة جدا لصالح الرياضة لانه لقطة ان اللعيبة مع بعض في الملعب علاقتهم كويسة جدا جدا الاجواء بتاعة المباراة على قد حمستها وعلى قد قوتها والندية اللي فيها لا فيها روح رياضية عالية فيها احترام بين الفرئتين فيه علاقة كويسة جدا كل اللي انا سمعته بين من لعيبة الزمالك حتى هما بيتكلموا على لعيبة الاهلي فيه احترام شديد جدا وفيه علاقة طيبة جدا يجب الاهتمام بيها ويجمل بناء عليها ويجمل استفادة منها في كل الالعاب المتنفسة في كل الالعاب لانه الحقيقة كرت اليد مع الانضباط ومع هذا الجو الرياضي بجد وصلين للمستوى العالي جدا على سبيل او في مستوى المنتخبات اما ما يتعلق بهذا الموسم وانتاج الاهلي فيه عشان الجمهور تصور انا بس عايزة لمس نقطة وكنت انا متفائل ومفصوط الفيرتين صلوا اللي عيشها مع بعض في ارض الملعب ولا المغرب يعني صلوا في ارض الملعب اعتقد العيش ويقول انت حاجة حلوة جدا الروح الرغضية هاي مين اللي افسد الكلام الناس اللي التالي بتاخد من النتيجة عشان تحفل برضو وهو مسئولين اعلاميين يعني بارزين هاي هاي طب انت لما هتحفل هتدي فرصة لغيرك يرد عليك هما هيتعمل لك بالزبط مفيش مسئولية او ساذ براهين بالزبط مفيش مسئولية هنبتدي بقى ان نرد ومش معقول انت هتلتزم وغيرك مش ملتزم فاحنا بنرد بالوقائع المباراة كانت قوية فيها بعض الاخطاء في الاوقات الحاسمة لكن تخلى لها اجمل شيء في هذه المباراة كان الروح الرياضية بين الفريتين هيلة هيلة يعني نتمنى انت سود وعايزين جماهيرنا بس ايه توقف جنب فرقها شوية الصورة ما هياش بال بالشكل اللي مديق وقاو دي على فكرة دليل الانهيار بتاع كورة اليد للاهل السنة دي لانه دي كانت نغمة بعد هزه المباراة عارفين دليل الانهيار ايه هو ايه البطولات اللي الاهل والزمالك لعبوا فيها السنة دي الزمالك في الهندبول فرقة قوية جدا والاهلي فرقة قوية جدا لكن حصادهم الموسم ده ايه هنلاقي في الدوري الاهلي كان التاني الزمالك كان الاول الكاس الاهلي الاول والزمالك التاني هتقول لي بطولة الدوري اهم من بطولة الكاس اقول لك اه بطولة الدوري اهم من بطولة الكاس يبقى الزمالك له افضلية لأنه طلع الأول في الدوري وطلع الثاني في الكاس الأهل طلع الأول في الكاس وطلع الثاني في الدوري كده الزمالك يسبق طيب في أفريقيا اتلعبت بطولتين بطولة صوبر من مباراة واحدة من مباراة واحدة بل من شوطة واحدة يعني انشأته الدقة شوية واتلعبت بطولة أفريقيا كأس الكووس اللي الأهل يشارك فيها في المغرب الزمالك ما شاركش والأهل طلع الأول إذا نلقى لبطل كأس الكؤوس الأفريقية والزمالك بطل كأس السوبر في قسمة عادلة أكتر من كده هذا اللي أنا قلت يعني إذا اعتبرت أن الدوري أهم من الكاس خلاص يا سيدة هتعتبر كاس أفريقي أهم من مباراة واحدة في كاس السوبر يبقى فين الانهيار لكن هي دايما وأبدا هذا اللي أنا بقوله أنت نفس النتائج دي أنت معتبر أن عندك فريق خزلك والمنافس بيعتبر أن ده فريق سطوري والمعيار هنا ولذلك أنا أتحدث مع جماهيرنا الحقيقة يعني أنا هنا خلاص جماهيري إذا مالك من حقها أن تفخر بمحققته وإحنا كمان عندنا فريق محترم وإحنا كمان عندنا فريق محترم صحيح شيء من الخبرات شيء من الانصاف هتاخد حقك الطائرة ما دوم نتكلم من مهانس عادلة على السلة وعلى اليد وعلى الطائرة الطائرة وللأهلي يعني تفوغ كاسح فيها طبعا كل ده محدش جاب سيرة البنات لأنه معظم أو كل الألعاب في الألعاب الصلاة بنات الأهلي ما شاء الله طائرة سلة يد الأهلي عنده تفوغ كبير جدا وفي بعض الألعاب الزمالك مش ممثل فيهم على المستوى البطولي بدرجة كافية لكن في الكرة الطائرة الأهلي فاز على الزمالك 3-0 ده يوم 22 مارس ويوم 26 الأهلي فاز على الزمالك برضو 3-0 في الدوري في الكياس الزمالك فاز على الأهلي 3-2 في 18-6 يعني لقاءاتهم والسلاة ده تلت لقاءات الأهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرة على فكرة أجواء التنفس والندية دي كويسة قوي يعني الحالة الرياضية لما فيها أهل والزمالك بالقيمة دي والندية دي ده كويس ده لصالح الرياضة لو ما فيش أهل وزمالك بالتقلي الكبير دي ما كانش يبقى فيه منتخب يد قوي ومنتخب الطائرة نفس الحكاية ومنتخب السلة نفس الحكاية دول فرئتين أو دول ناديين مهمين جدا للمنتخبات الوطنية بس إزاي تقدروا تحافظوا عليهم وإزاي نقدر نحافظ على هذا العلاقة الرياضية المحترمة بين الناديين إزاي نقدر نشوف لقطة كرة اليد ديال نموذج المعتمد في كل المنافسات إزاي إعلامنا الرياضية تعامل بقدر من العدالة في التعامل مع كل هذه الأندية إزاي كل البرامج اللي توقشوء اللي السادة المزعين بيتحولوا إلى مشاجعين يفضلوا يحتفلوا يهياصوا يسقفوا وهما مش يعني ده ما بيحصلش مع فريق بيحق بطولة قرية أو يفوز لمصر بجالة العالم يا صدر دياليين أنت لما تشوف الكابتن شيكابالا اللي هو كان اللغط كله الفطرة اللي فاتت دون أن يستفزوا أحد من نادي الأهلي خالص وهو يسيء لنادي الأهلي عند الفوز بطولة السوبر وهو يحدث مشكلة في صالة الزمالك في كرة السلة كان مجهزا أن يذهب فوز الزمالك بفانيلا معدة يعني مش وليدة الصدفة سبعة واحد ويروح يحفل ويروح يعمل يا جماعة طبيعي أنك أنت بتحب ناديك أنت بتحب الفرق الرضي روح يا سيد احتفل لكن منع من اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي في هذه المباراة عشان ما تحضل كانوا عارفين أن مسألة التحفيل معدة لها مسبقة فمنع من حضور هذه المباراة ولو على سبيل الاحتفاء بعديها فكان الاحتفال كالعادة بعد المباراة هو إحنا بنكسب إيه من المكيدة المكيدة يا جماعة والله هتكون صالح صاحب البطولات الأكثر ولا إيه طبعا أما تطلع تقول في الدوري إحنا وإيه يتكرر الأمر كابت الطرق السيد إحنا لو في عدالة والفار وفي ظلم أكتر من الفار السنادي حزبة خسرانة تعالوا نوع ابنة حاسم التكسبت بالفار الحقيقي التكسبت بالفار لكن ما فيش أظلم من الفار السنادي على النادي الآن الفار ملون أول وما فيش أراق منه معاك لم يفز الآلف ومباراة واحدة دون واجه حق بينما خسر الكثير من المباراة دون واجه حق وفوست بالكثير بمساعدة الفار الجزء الشادة دي بتاعة الهند بول في ماتش المصر البول سعيد الفار إدى ضرب الجزاء في السنة الأخيرة ولم يرصد عمدا الشادة بتاعة لعب المصر اللي كان فيها فاول قبل ضربة الجزاء اللي لمست يد يعني يختلف ويتطفق عليها هي بنت ولا لا لكن إيه أنك تدعي ضربة جزاء عشان جيب الجن وصفر فاينل تكسب ماتش وهو ده نقل بطولة الجن بتاعي في طلاع الجيش اللي ما حسبته ليش البنلتي بتاعي في الإسماعيلي اللي ما حسبته ليش الجن في البنك الأهلي ما حسبته ليش حسبت ضربة جزاء على نفس السياق ونفس الطاق من الفار اللي تجاهل لعبتي إدهالك في ماتش الإنتاج كان ماتش إيه كان ماتش الإنتاج غالبة بصوا يا جماعة ما هي يعني حزبة الفار وإحنا أعتقد اتكلمنا فيها كتير وجبنالكو بالدليل بتاع خبراء التحكيم خبراء التحكيم في قناة القناة النقلة للدوري إزاي الفار تدخله بشكل مباشر أثر في ده أنا ليه بقول كده خلاص يا سيدي كنا هنقبل إنك كسبته حتحتفل وبتاعه الدنيا يعني كل شوية ممكن تفقد بطولة صالح حد طبيعي ولو أنك بتخسر بشكل مش طبيعي لكن زي بعض لكن تطلع نجومك تحفل وتلاقح كلام ما هو لو فيه عدل حنكسب على طول ويطلع كابتن شيكبالا مع الأستاذ عمره دي بيقول له السنة الجاي مش هنكسب إلا لو تحققت يعني إيه يعني أنت يوم ما تخسر ما فيش عدالة لكن اليوم ما تكسب بالطريقة دي هي دي العدالة من وجهة نظرها هنقولك ما أنت لو قلت كده هنرد عليك صحيح عايز تكسب بشكل طبيعي وتحتفل بشكل طبيعي هنفوتها لكن هتقعد بقى تعمل لنا الحاجات دي هنتكلم مش هنسكت طبعا لأنه ده حق النادي الأهلي وهنا دي مش تراشخ يا جماعة ده رد على كلام بيتقال في حق ضد النادي الأهلي فبيترد عليه أي على فكرة بمناسبة كورة اليد وتأهل الزمالك للمشاركة في بطولة العالم اللي هتكون في السعودية الشهر الجاي إن شاء الله هيواجه برشورنا كل التوفيل لنادي الزمالك والأي نادي يمسل مصر في أي بطولة خارجية كل التوفيل وكل الأندية اللي بتشارك خارجيا لأنه في النهاية ده صالح سمعت وصورة الرياضة المصرية بس كمان بنفكر إنه في بطولة العالم اللي أقيمت في مصر في 2007 كان النادي الأهلي في أعظم ترتيب لأندية مصر في كرة اليد تاني العالم الأهلي لو تفتكروا وقتها كان الأول سيوداد ريال الأسباني كان لعب أربع ماتشهات فاز في أربعة وتعادل مفيش فاز في 12 نقطة في النهاية كان الأهلي في مركز التاني بالضبط لعب أربع ماتشهات فاز في 3 وخسر مباراة واحدة من سيوداد ريال وجه الأهلي بالميدالية الفضية في المركز التاني بتسع نقاط وكان مولدية الجزائر في المركز التالت ده بطولة العالم للأندية اللي أقيمت في مصر 2007 ده كرة اليد أتمنى الأمور تكون واضحة وكل التحية لأسرة كرة اليد الحياة اللي عامل المصر هذا المستوى الرائع جداً سواء على المنتخبات أو على مستوى الأندية لأنه ده مستوى بفعلاً يستحق كل التحية والتأدير والتأدير